السلام عليكم تنرحب بكم في فيديو جديد ان شاء الله اليوم غدا نحضروا طورتة بالشوكولاتة وبالقرقع اي الجوز وبحشوة دي الانانسة تجي هائلة دقيقة نحضر معاكم شي حاجة اللي تتكون ديدة وفي نفس الوقت ما تتكونش معقدة في التحضير وجربوها ما غدا تندموش عليها وجربو كدلك طورتة ديالكي واللي حضرت معاكم من قبل حتى هي من لد طورتات اللي تنحضر تنتمي لكم تتزور القناة لأول مرة اشتركوا مرحبا بكم وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد نخليكم على بركة الله مع مقادير تحضير الجنواز غدا نحتاجو الخمسات ديال البيضات وميتين جرام ديال الدقيق هاد ميتين جرام ديال الدقيق غدا ناخدو منها واحد المعيلقة كبيرة وغدا نعودها بجسة شية ديال كاكاو غدا يكون عندنا المجموع مبيل كاكاو ودقيق ميتين جرام وسكر حبيبات اللي هو سيني دا نحتاجو منه ميتين جرام الكاس الليول قل سنتيم اي مية وخمسين جرام والكاس الثاني في غربع كاس هي خمسين جرام لمجموع ميتين جرام غدا نضوحكم بالعبارة لكن تندكر لكم دائما الكاس ديال العنباء جسة شية ديال كاكاو المجموع 14 جرام فانيليا مفئة 17 جرام وخميرات حلويات مفئة 8 جرام طريقة غدا ناخدو البيض التي يكون في درجة حرارة المطبخ دائما ولفتو معي تحضير ديال الجنواز غادي ناخدو البيض زائد سكارو قبيصة ديال الملحة غادي نطربوه مزيان مزيان اما بطراب ديال العجانة او الطراب الكهربائي كان افضل لاننا اللي قدرنا الطراب اليدوي غادي تطلع الجنواز لكن تتبغي واحد الجوهد في الطراب البيض يطرب وانا تنغرب البقيق مع الخاميرات ديال الحلويات غادي ننخلطو معا الكاكاو كذلك ما يعادل 14 جرام اي 2 ملاعق كبيرة بالنسبة اللي عندهم الكاكاو ديال العبار تنأكد الكاكاو المر ماشي الحلو غادي نغرب لهاد الدقيق مع المكونات عدة مرات اضفت الخاميرا من فئة 8 جرام والافضل تنغرب له هاد المكونات بزيف ديال المرات باش نحصله على واحد الخلط يكون مهوي من بعد ما اضطرب البيض شفتوه معايات يكون تقيل على شكل كريمة هادا وسير ديال نجاح ديال الجنواز والبيض يضطرب مزيان مزيان وكذلك ما نطيبوهاش بزيف باش ما تنشفش غادي نقسم هاد النواز شيف اي مكونات ديال اللي خلطنا مع الدقيق والكاكاو والخاميرا غادي نقسموهم على ثلاثة ديال المرات وحنا تنضيفوهم ممكن نضيفوهم على مرة واحدة لكن غادي نبقا ونبطاوف هذيك العملية فاشا نحركوتي بدوتي تكونوا ذوك الكويرات غادي يعدبونا اللهم ونديرو غير شوي بشوي بحال هكده ديال المرات او جوج وتنخلط من الاسفل الاعلى باش ما نخصرش البيض اللي طلعنا او تربنا طا في بكل سهولة دبا الفران اللي كنت تنخلط الدقيق شعلته على مية وسبعين دراجا بنسبة الفرن الكهربائي فتنشعله من الفوق والتحت في طيب الجنوان وسنحط الكيك في وسط الفرن إلا ما تشعلش عندكم الفران من الفوق غادي تشعله غير الاسفل وغادي تطيب على خاطرها وما تحتاجوش تحمروها ماشي مشكلة هي ما تتتحمرش لأن الشوكولاتة الوجه ديال الكيك تيكون زوين ماشي بحال الكيك اللي تيكون لون دياله أبيض بنسبة الفرن ديال الغاز فغادي تتخنوا من قبل النار تكون كيف تطيبوا الكيك العادي ديالكم تكون مهيلة شوية وغادي تطيبوا حتى يطيب غير ما تحلوش الفران نهائيا حتى تشمو رائحة ديال الكيك وتعرفو أنه طابعة تحلوه وما تجبدوه شي لطاب مباشرة خليو الفران يكون شي شوية محلول طاب يبرد شوية أو يدفع ياخد درجة عادة تخرجوه باش ميتفش لأنه وفيش سوائل هدوهما الأسرار أماكين حتى سيرغيت يكونوا ديالستيس اللي تينجح بيهم الكيك أو أي حاجة بنسبة لي الإطار اللي استعملت فيه 27 سنتيم على 25 تحكمت في المقياس اللي بغيت أي مول عندكم استعملوه من اللي خليتها في الفران وهو محلول تقريبا بعد ما طابت شي ثمانية ديال بقايق حتى العشرة خرجتها وخذت حرارة عادية ديال لمطبخ أي بردات ده بغتتها ببلاستيك في ردائي وغدي نخليها على الأقل 6 ديال الساعات في تلاجة أنا تقريبا نخليتها لي لكاملة كان أفضل ما تقطعوش الجينواز مباشر أنه غدي تفرتت سوفي غدي نقطعوه إما بالخيط اللي قدرت معاكم مش حال من مرة في فيديوهات سابقة أو غير بالسيكين هكذا دائما تنبدو بالجواني بعد تنبدو ندخلو السيكين في الوسط ديال كيكو تنقطعوه طبقات اللي بغينا بالنسبة لي درت جوج طبقات اللي تيكونوا شوية عراضهم زيانين إلا درتوا السومك أقل من اللي أعملت أنا في المول فغدي تقدروا تقطعوها على ثلاثة ديال طبقات وبنسبة للتزيين أو الحشو ديال هات طورتة أخطريت ناخد هاد الأنانس اللي تيكون معلب واحد العلبة تتكون شوية كبيرة ماشي بزاف المهم بطوسطة بنسبة لهاد سيرو اللي غدي نصفي من هاد الأنانس فهو اللي غدي نسقيه بيه إن شاء الله طورتة تيجي رائع المضاق غدي ناخد من 70 حتى 80 جرام ديال الشوكولات اللي غدي ندوبه في حمام مائي بدون زيت وغدي نحضر به واحد الشكل باش غدي إن شاء الله نزينه الجوانب عفوان ديال طورتة عندي شوية ديال القرقع أو الجوز كذلك غدي ندروه حشوة مع الأنانس وشوي غدي نخليه لتزيين صافي أدوم المكونات اللي غدي نحتاج من بعد لابا خديت الجنواز وغدي نسقيها بسيرو مزيان ضروري تنسقيه الجنواز مزيان لكن تاني ما نبلغوش باش ما تفزقش بساف المهم ما تتكونش هيانة شفاف الأكل هنا خديت واحد القومع اللي يخدو أي قومع عندكم مهم ديرو بها كده وريضات بنسبة للكريمة فالمقطع ديال فاشنطرب الكريمة بشاري من الفيديو لكن راه الطريقة واضحة خديت 420 جرام ديال الكريمة السائلة خدو أي نوع اللي تتبغيو أنا خديتها بلا سكار وضف 3 للمعالق كبار ديال سكار سقلي معا مرنج وخدو حسب دوغ ديالكم ممكن تحليوها كذلك بالحالي بالمحلة المركز المهم تتبقى إضافات أو اللمسة ديالكم تكون باردة مزيان مزيان تربطها حتى ضعف الحجم ديالها ولاتها كده كريمة تقيلة بشتساعدني في الحشو والتزيين سفي هذا والمقطع اللي تحدف لي فسهلة طريقة بزاف من بعد ما إيطاليت الكريمة في طبقة اللولة ديال الكيك غادي ناخد القطع ديال الانانس حسب الرغبة ديالكم مش حال بغيتو وغادي نقطعهم على شكل مربعات صغيرة وغادي نديرهم في وسط الكيك سيجي هائل بالنسبة للكريمة عفوان راه دفتليها ساشي ديال الفانيليا نسمتها بالفانيليا ربعمية وعشرين جرام من الكريمة السائلة تربتها مع ساشي ديال الفانيليا وثلاثة الملاعق كبيرة غير مملوءة ديال سكر سكيل دائما سكر حسب الضوء هنا اخديت القرقاع اللي ما حمرتوش تنهرمشو هاكده بينيدي واحطيتو فوق الكريمة مع الانانس وغادي نغطي بواحد طبقة اخرى بنسبة لهاد التورطة المتتبعات اللي معايا من الاول ديال القناة راه كنت قدمت لكم تقريبا نفس الكيك في البدايات ديال القناة ده بحضرتو معاكم بطريقة افضل وتفصيل اكتر ووضوح هاد الكيك ادرا ما سيخطانيش تنحضرو بزف بزف تيجي رائع الماضاق كذلك سقيت الطبقة التانية ودرتها فوق الكريمة درت فوقها عفو الكريمة وغادي نغطي لها هكده على الجوانب بكل سهولة ماشي مشكيل ما يكونش ادوات ديال القيك راه غير سكين او اي ادات تتصرحو بها الكريمة كيف بغيتو غير شوية بشوية حتى نطلعو الكريمة على الوجه والجوانب بالجوانب بماشي مشكيل يكونوا مرتبين اكتر لانا غادي نغطيهم بالشوكولات شفتو معايا خديد شوي ديال الكريمة في واحد الجيب حلواني في الاول هو باش غادي نحضرو او غادي نزينو طرطة من بعد دائما تنمسحو الجوانب هكده باش يكون الشكل ديال طبق تقديم زوين وحطي الدبات طرطة في المجمد مدة عشرة دقايق لوقت فاش غادي نحضر هاد الشوكولات ضروري من هاد الخطوة باش الكريمة تشد شوية رسا وتنزينوها بكل سهولة هنا مليدوه بديك تمانين جرام من سبعين حتى تمانين جرام ديال الشوكولات سرحتو في ورقة طاهي وغادي نخليه في حررة ديال المطبخ او دخلوه المجمد مدة دقيقة فقط وغادي يتجمد دبرا لحال بارد وهرسوه بطريقة عشوائية بحال هاد الشكل وغادي نزينو به الجوانب ديال طرطة الصور تتبضح كورشي ممكن تديرو لوز محمر افليشة او شرائح في الجوانب بمهم اعطيتكم مجرد افكار بالنسبة الكريمة اللي خليت من قبل فادي نديرها على شكل ورود 420 جرام ديال الكريمة السائلة تتكفيكم باش تحضروا طورتها من ديوج ديال الطبقات حتى لتلتات ديال الطبقات وغا تكفيكم وممكن حتى تشيط تزين حسب الرغبة انا اختاريت شفتوا راشدت معي الكريمة اختاريت ندير هاد الشكل واخديت الالانس اللي بقى غادي نزين به الوجه ودائما الى حضرنا اي طرطة بالكريمة فضروري تنخليوا في تلاجة على الاقل ساعات باش تتمتزج العناصر اي تتخلط دك الجنواز مع الكريمة ومع العناصر ديال التزين طي يبرز المدق اكتر ماشي كيف تنكملوها تنقدموها اي اللي لكنتو زربانين اما ايا على الاقل ساعات او من الافضل ليلة كاملة سوف يبقى لي شوية ديال الكريمة ما ضيعتها شدرت منها القليل وزينت بالجوز او القرقع من الفوق شوي ديال الشكلة في الوسط شوي ديال النباش اللي يدفيت كذلك درتوا على هاد الانس باش يبقى لامع ويبقى طريف كل جنو كذلك درت شوي ديال النباش فوق الجوز سيعطي واحد اللمعة وشوي ديال السكر سقيل فوق الشكلة بالنسبة لهاد العقيق كاضافة حتى الاخير عاد بلي انا نديرو فوق هاد الوريدات سيعطي واحد لمنظر زوين ماشي ضروري وصافي طرطة العائلية ديال النباش دات اتجيب واحد الكيميا وفيرة ما شاء الله وفي التقديم اختارت اني نزينها بواحد جوز ديال الفريزات كانوا عندي في المجمد بحال هاد الاشكل غي كسرت اللون شوية الابيض غبرتهم بشوي ديال سكر بودرة اي سكر سقيل تنتمنى هاد طرطة العائلية ديدة بزاف تعجبكم فهي ما شاء الله تتجي بكيميا كثيرة لان فيها 27 سنتيم على 25 والمضاق هائل بالنسبة للعشاق الاناناس فغا تحمقوا عليها تيجي المضاق مبيل الاناناس والجوز اللي هو القرقع والشوكولاتة شي حاجة اللي رائعة تنتمنى لكم انتوا تزوروا القناة الاول مرة تشتركوا باش دائما تمتعوا معنا باحلى الوصفات اللي دائما تتكون بسيطة وفي نصل وقت راقية وناجحة ان شاء الله ما تنسوا ما تبخلوش عليها بلايكات ديالكم والبرتاج للقناة دائما للدعم شكرا لكم باسلام عليكم شكرا لكم